اشتركوا في القناة احتمالا يكون مرفوق ببعض الامطار الرعدية هذا على المرتفعات الداخلية الوسطى وحتى الغربية حتى احتمال لبرد سيتسقط الخاصة خلال هذه الليلة بالجنوب الجزائري استقرار تأمن الوضعية الجوية عادة تشكل بعض الخلايا الرعدية فيما يخص منطقة الصورة لكن هذه السحب ستكون اكثر كثفة مرفوقة بامطار احتمالا تكون معتبرة باقصى الجنوب الجزائري مرتفعات الهوغار وتسلي ومناطق الجنوب الشرقي للوطن في ايضا نشرية جوية خاصة حول احتمال تساقط لامطار معتبرة ويمكن انتصل الى 50 ملي متر وهذا بجنوب ولاية إليزي وتمن راست واجنت نقول فقط الحيطة والحذر عن درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال هذه الظاهرة التي تقارب 33 درجة بالجزائر العاصمة 30 بعد نابس كيكدار 30 بيوهران مستغانم 30 درجة بيرلبي 32 بالجلفة 37 بغريزة شلفة ماسكر 36 بب Tang 38 بقسانطينة وسطيف لن تتعدى 39 بشبال السحرى و41 بإ resi 42 بإنصالح 43 درجة بأدراء 44 بيتين دوف 43 درجة بميخص اقصى الجنوب الجزائري خلال هذه الليلة بيحول لاهدة درجات الحرارة الدنيا تتروحما بين 17 إلى 22 درجة بشمال الوطن 25 بغردية 27 بالواد بسكرة 26 بولاية بشار 28 درجة بأدرار 25 بإنصالح 17 درجة بطمنارة الجانتي تقارب 27 درجة بأقصى الجنوب للملاحة والصيد البحري إذن البحر سيبقى دائما قليلا للترابي لمطر المحليا هذا على السواحل الوسطى وحتى الغربية سرعة ريا تقارب 40 كم في الساعة 20 كم هذا على السواحل الشرقية لإنشارة فقط رياح ستأتينا وفقا سيارات شرق غربية أقول جنوبية غربية على السواحل الغربية تماما هذا على السواحل الوسطى من مختلف الاتجاهات هذا على السواحل الشرقية ختاما وقت غروب الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها نهار اليوم سيكون في حدود الساعة 7 مساء 54 دقيقة عنوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة أشكركم على المتابعة في أمان